موسيقى إلى النقورة بعد الإجراءات القانونية في لبنان وإسرائيل بايدن مهنئاً فرصة للبنان لاستعادة الاستثمارات الأجنبية الاتفاق أمام الحكومة الإسرائيلية والكنيسة اليوم في العنوين أيضاً الخميس الجلسة الثانية لانتخاب رئيس طابت أوقاتكم الجميع رابح إسرائيل ربحت الأمن في بحرها بعدما ربحت الثروة الأكيدة الجاهزة للاستخراج لبنان ربح الثروة الممكنة على طريقة السمك في البحر بانتظار عمليات التنقيب والتقدير وبتأخير بضع سنوات عن إسرائيل الرابح في لبنان رئيس الجمهورية الذي ينهي ولايته بتوقيع اتفاق الترسيم والرابح الآخر لبنان من خلال اقتناء حزب الله بأنه ليس بالصاروخ وحده تحيا المقاومة بل إن في قموس الدول والأحزاب سياسات كالتحكيم والوساطة والتطبيع وأصابت وكالة رويترز في خبرها المقتضب نقلاً عن مسؤولين لبنانيين بأن حزب الله هو من أعطى الضوء الأخضر لإبرام الدولة اللبنانية الاتفاق مع إسرائيل الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب في بيان عن سعادته لإحراز هذا الاختراق التاريخي في الشرق الأوسط مشيراً إلى أنه تحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ومع رئيس لبنان ميشيل عون الذين أكد استعداد الحكومتين للمضي قدماً في هذا الاتفاق شاكراً في الوقت عينه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته على دعمهم في هذه المفاوضات وجاء في موقف البيت الأبيض أن اتفاقية الترسيم البحري تحمي المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل ذات الأهمية الحاسمة لتعزيز تكاملها الأقليمي وتوفر للبنان مساحة ليبدأ منها استغلاله لموارد الطاقة بايدن خطب عون من خلال المكالمة الهاتفية بقوله إن هناك الكثير من الأمل المعلق على هذه الاتفاقية وهي فرصة لاستعادة الاستثمارات الأجنبية والخارجية في لبنان الذي هو في أمس الحاجة إليها واستطرد بايدن في الاتصال باتجاه ناحيتين سياسية معربا عن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد وبموجب الدستور وتأليف حكومة قادرة على استعادة سقة شعبها وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ومن ناحية دولية طلب بايدن من لبنان التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد قرار روسيا بضم الأقليم الأوكرانية الأربعة الأمر الذي استدعى اجتماعا في بعبدة ضم إلى رئيس الجمهورية رئيس الحكومة ووزير الخارجية وتقرر إبلاغ بعثة لبنان في الأمم المتحدة التصويت ضد قرار الضم الروسي ويتوجه رئيس الجمهورية بكلمة إلى اللبنانيين للإعلان عن الإنجاز قبل أن يشكل الوفد العسكري الذي من المفترض أن يتوجه إلى الناقورة في الأسبوع الأخير قبل نهاية الولاية للتوقيع غير المباشر على الاتفاق برعاية أمريكية دولية السفيرة الأمريكية دوروثي شاي شددت على أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل سيوفر فرصة لتطوير حقول الطاقة لصالح كلا البلدين لبنان وإسرائيل ويمكن لبنان بأن يتطلع إلى تسخير موارد الطاقة الجديدة الحيوية وتمهيد الطريق أكثر نحو وضع مستقر ومزدهر يعزز الاستثمار الأجنبي وأكدت أنه سيكون من المهم الآن أن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها وتعمل على تنفيذ هذه الصفقة مرة أخرى سيدنا الإنسان في القامل مقابلات، President Biden spoke today with President Aoun and Prime Minister Lapid, who confirmed their readiness to move forward on this historic agreement. In his phone call with President Aoun, President Biden offered his congratulations. And it is my distinct honor to also congratulate the people of Lebanon and to address you on this issue. I should begin by expressing to all those involved our profound gratitude. Starting with President Aoun and his team, Speaker Berry and his principal advisor. في المقلب الإسرائيلي اتصال الرئيس الأمريكي برئيس الوزراء يائير لابيد أسفر عن جملة نتائج بينها أولاً من الجهة الإسرائيلية ضمان موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر والحكومة على الاتفاق وإحالته على الكنيست للإطلاع عليه. وبالتالي هناك موعدان مهمان اليوم في إسرائيل. الأول موافقة الحكومة الأمنية المصغرة والحكومة الموسعة على الاتفاق. والثاني قرار رئيس الكنيست ميكي ليفي بطرح الاتفاق في جلسة للكنيست. ثانياً من الجهة الأمريكية أعلن إسرائيل أنها ستحصل من واشنطن على رسالة ضمانات تقضي بالتزام الولايات المتحدة بحقوق إسرائيل الأمنية والاقتصادية إزاء أي احتمال لخرق الاتفاق من قبل الجانب اللبناني وتحديداً حزب الله. واعتبار خط الطفافات هو خط أمني لإسرائيل. وكذلك منع عائدات حق القانا من الوصول إلى حزب الله. الترسيم وطلب واشنطن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار برفض الاتراف بضم روسيا المناطق الأوكرانية الأربع قاد الرئيس نجيب ميقاتي إلى بعبدة في احتفالية غيبت الفشل في تأليف الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية. هذه المسكرة فخامت الرئيس عم بيصير كراءة أخيرة كراءة أخيرة عم بيطلع علي فريق العمل في بعض دقائق صغيرة بس مبدئيا من تهي هي موضوع الترجمة العربي لحتى نشوفها بالعربي بس باللغة الإنجليزية سيدي وفاق كامل علي فخامت الرئيس باعتقد حيطل عليكم الليلة أو بكرة أقصى حد لحتى يبشر لبنانيين بهالمرحلة وانتهينا من مرحلة كانت حقيقة صعبة وان شاء الله تكون مرحلة خير إلى لبنان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أعلن أنه ينتظر الموقف الرسمي من حكومة إسرائيل ولو أن رئيس الحكومة أعلن موافقته لكن تبقى موافقة الحكومة نحن أمام أيام حاسمة اليوم أقول نحن أمام ساعات حاسمة الجهة المعنية بالتعبير عن الموقف الرسمي اللبناني هو فخامة الرئيس العماد ميشيل عون بعد التوافق والتشاور مع دولة الرئيس ودولة الرئيس هم الجهة المسؤولة مش أنا ولا غيري الجهة اللي بتطلع بتقول لبنان وافق على هذا النص النهائي أو لم يوافق على هذا النص النهائي أو ما شاك اللحظة التي تذهب فيها الوفود لتوقع في الناقورة كما هو مفترض بالآلية المتفق عليها بعد أن يحصل هذا التوقيع نستطيع أن نقول هناك اتفاق حصل نحن يجب أن نحطط لأنه فيه واحد ممكن يبطل يغيى رأيه بأي ساعب أي لحظة وما جوا في الأيام القليلة الماضية كما يقول المفاوضون اللبنانيون كانت مفاوضات صعبة وعسيرة لأنه كان فيه اختلاف على نقاط معينة ومحددة نحن منذ البداية قلنا نحن نقف إلى جانب وخلف الدولة اللبنانية في موضوع المطالب اللبنانية ما يهمنا عندما يقول المسؤولون اللبنانيون في الدولة اللبنانية أن هذا التفاهم أو هذا الاتفاق يحقق المطالب أو اسمية للدولة اللبنانية بالنسبة لنا تماما معنا مشكلة رئيس التقدمي وليد جملاط غرد كاتبا أما وقد تم الترسيم بدون حرب والفضل يعود إلى أهمية الدبلوماسية التي أوصيت بها والتي تستند إلى القوة الناعمة للمسيرات يبقى الأهم لبنانيا أن تشكل الشركة الوطنية بعيدا من أي وصاية محلية وبعيدا من شركات النفط الوهمية التي شكلت حزب الكتائب حذر من تهريب الاتفاق المحاط بكثير من السرية رأى حزب الكتائب أن توقيع اتفاق استخراج النفط بين لبنان وإسرائيل لن يشكل سقى براءة للمنظومة الحاكمة التي أمعنت في إفقار اللبنانيين وإدخالهم في الأزمات المتتالية وهي لا تملك الحق بتمنينهم بأنها حققت لهم انتصارا تاريخيا من شأنه محو أخطائهم وارتكاباتهم ويعيد الكتائب التأكيد أن الاتفاق الذي فاوض عليه حزب الله وحلفائه من دون إطلاع ممثلي الشعب اللبناني عليه لا يجوز أن يهرب تهريبا بل لا بد من إحالته إلى مجلس النواب الذي تناط به الموافقة على هذا النوع من الاتفاقات بالاستناد إلى المادة 52 من الدستور في الاستحقاق الدستوري يواصل حزب الكتائب الجولات التشاورية مع مختلف الكتل النيابية التي تسعى إلى إيصال رئيس إنقاذي وجدد التزامه وسعيه لانتخاب رئيس يملك تصورا واضحا لكيفية مقاربة كل الملفات ويملك جرأة الكافية لوضعها على طاولة البحث من دون مماطلة أو تهرب من المسئولية مواقف الكتائب جاءت خلال اجتماع المكتب السياسي الذي انعقد برئاسة رئيس الحزب النائب سامي لجميل وحضر الاجتماع الكتائبيون والأصدقاء الفائزون في الانتخابات التي جرت في كل من نقابتي المعلمين وخبراء السير إضافة إلى نقابة مخرجي الصحافة ومصممي لجرافيكس التي فاز برئاستها باتريك ناكوزي كما تبوأت جوزيفين قديسي رئيسة مصلحة شؤون المرأة السابقة في الحزب منصب نائبة رئيسة المجلس النسائي اللبناني ووجه المكتب السياسي التهاني إلى الفائزين واعتبر رئيس الحزب أن الكتائبيين في النقابة يعملون لخدمة النقابة والمنتسبين إليها بعيداً من المصالح الحزبية وأن دورهم أن يكونوا القدوة في العمل النقابي كما كان رفاقهم من قبلهم النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل الخارطة الانتخابية في الجلسة الثانية غداً الخميس الجلسة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل كشف أن فريقه على تواصل مع البطريارك الماروني بشار الراعي ودوره أساسي في هذه المرحلة ولديه الرغبة كالرئيس بري بالتوافق لانتخاب رئيس للجمهورية مشيراً إلى أن موقف حزب الله واضح بأنه حريص على إيجاد تفاهم بين جبران باسيل وسليمان فرنجي كاشفاً عن أن أمل لن تنتخب باسيل رئيساً للجمهورية وقال خليل للل بي سي آي إن فرنجي كان مرشحنا في الانتخابات السابقة لكن لا مرشح لدينا في هذه الانتخابات حتى اللحظة ولا نتوافق مع ميشيل معوض في العديد من القضايا وكشف أن الرئيس بري لن يحاول إقناع جون بلات بانتخاب فرنجي أو سواه مضيحاً أن سليمان فرنجي يريد أن يكون مرشحاً للجمهورية وليس يريد أن يكون رئيساً للجمهورية وليس مرشحاً في الصيف استقبل رئيس الكتائب النائب سامي لجميل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي وكان تأكيد على توحيد الجهود لإيصال رئيس سيادي إصلاحي يملك القدرة على الإنقاذ ولديه رؤية واضحة لحل الأزمات التي يمر فيها لبنان وتحسين الوضع الاقتصادي ووضح حد للتدهور المالي الحاصل واستعادة علاقات لبنان مع دول العالم في الرئاسيات المحاصصة الوظيفية في زمن الاستقلال كانت محاصصة رائدة وإيجابية ومطلوبة تقرير ضمن سلسلات رئاسيات بعيد الاستقلال استلم لبنان من الفرنسيين إدارة الأمن العام وأجريت مباراة لاختيار أربعين موظفا جديدا ولحسن الصدف أو لاحتساب النتائج سلفا جاء عدد الفائزين متوافقا مع الحاجة لأربعين شخصا ومطابقا لقاعدة التوزيع الطائف في الوظيفة بين المسيحيين والمسلمين حمل وزير الداخلية أنذاك وكان يوسف سالم نتائج المباراة لعرضها على الرئيسين بشار الخوري ورياض الصلح مدافعا عنها وعن المناصفة في الناجحين اعترض رياض الصلح على النتائج وقال لرئيس الجمهورية ولوزير الداخلية لا تنسوا أني نائب بيروت عن الطائفة الإسلامية ولي الحق في اختيار بعض أبناء طائفتي وبسؤاله من يريد أن يضيف إلى اللائحة قال رياض الصلح لبشار الخوري ميشيل عيسى وجان إليان فأضيف الإسمان المسيحيان كم أنت كبير يا رياض بعد الفاصل بايدن يستبعد استخدام بوتين السلاح النووي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيستخدم سلاحا نوويا في حربه على أوكرانيا معلنا أن وزارة الدفاع الأمريكية طورت بشكل استباقي حالات الطوارئ في حال حدوث هذا السيناريو وقال في حديث للسي أن أن إن بوتين أساء تقدير قدرة قواته على احتلال أوكرانيا مؤكدا أن حساباته أخطأت تماما بالنسبة للمقاومة الأوكرانية التي كان يتوقع أن يواجهها تعهد قادة مجموعة الدول السبع الصناعية بعد اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بأنهم سيقفون بحزم مع أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك كما تعهدوا بمحاسبة روسيا وقال القادة في بيان بعد الاجتماع الافتراضي أنهم ثابتون في التزاماتهم بتقديم الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وأنهم سيواصلون تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والديبلوماسي والقانوني إلى كييف وأنهم ملتزمون بدعم أوكرانيا في تلبية احتياجات التأهب لفصل الشتاء أعلن قصر بوكينجهام أن تشاردز السالس سيتوج ملكا في السادس من أيار المقبل في كاتدرائية وستمينستر في لندن وتأتي مراسم التتويج بعد ثمانية أشهر على وفاة الملكة إليزابيت الثانية بما يسمح بمراعاة فترة الحداد الوطني والحداد الملكي وخلال مراسم التتويج سيعمد الزعيم الروحي للكنيسة الأنجليكانية التي يرأسها الملك إلى تكريس تشاردز السالس 73 عاما بالزيت ومباركته وإلى صفحة الرياضة بداية أخبارنا الرياضي ببطوط الأندية العربية لكرة السلة حق صريق بيروت اللبنان الفوز على نظير السد القطري بنتيجة 87-64 كما وتأهل فريق الرياضي إلى الدورة بالنهية بعد خوز على فريق الأهل الليبي بنتيجة 98-80 كما وحق فريق الجهراء لكويت الفوز على نظير البشائر العماني بنتيجة 69-53 ومن التالى بطول دورة أفطال أوروبا بكرة القدم خسر فريق ميلن الإيطالي من فريق شلسن إنجليزي بنتيجة 2-0 وضمن منافسة المجموعة نفسها تعدى الفريق دينامو زغرب الكرواتي أمام ضايف ريد بول سارسبرج النمسيوي بنتيجة 1-1 ولحساب المجموعة السادسة تعدى الناد ريال مزريد مع نادي شاكتر الأوكراني بنتيجة 1-1 وضمن نفس المجموعة بيز نادي لايفزيق على نادي سلتيك لسكوتلندي بنتيجة 2-0 أما الليكاء باريس سان جرمان وبنتيكا البرتوغالي لحساب المجموعة الثانية انتهى بالتعادل 1-1 إلى ذلك تعادل نادي مانسيت الإنجليزي مع نادي كوبنهاجن بنتيجة 0-0 ختاماً الأحوال الجوية الجو اليوم صافي بأغلب الأحيان درجة الحرارة القصوى 26 درجة الرياح شمالية بسرعة بتتراوح من 10 إلى 30 كم بالساعة ونسبة الرطوبة 65% الخميس الجو غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة على 26 أقصها و19 أدنيها الجمعة الجو غائم جزئياً بسحب متوسطة مع استقرار بدرجات الحرارة اللي بتتراوح بين 26 أقصها و19 أدنيها بداية الويك أند السابت رح بتترافق مع واصف رعادية وانخفاض بدرجات الحرارة اللي بتتراوح بين 24 أقصها و20 أدنيها الأحد بكف الجو على هيدا النحو وبتستمر درجات الحرارة اللي بتتراوح بين 24 أقصاها و 20 أدنيها النشر انتهت تابعونا عبر موقعنا vdl.me ومواقع التواصل Voice of Lebanon 100.5 وعلى الابليكيشن أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة